ده الرياكشن التالت من زلسلة النيمد راكشن ده اللي بدأناها ومعنا تفاعل بيركين راكشن بيركين هو بيتكون من حكاية الالفا هايدر جن برضه اللي تكلمنا عنها في الدول وكلايزن ولسه نتكلم عليها كما في التفاعلات الجاية مش هنخلص منها الالفا هايدر جن فبيركين بيتكون من حكتين اروماتيك الداهايد والمفروض ده ما يكونش فيه الفا هايدر جن الثاني بيكون الافاتيك اسد انهايدرايد ومفروض يكون في الفهايدجون يعني واحد مفيش في الفهايدجون واحد في الفهايدجون لازم يدفع له مع بعض لازم لازم مفيش اي اختيارات تانية مفيش اي طرق تانية مفيش اي تفاعلات تانية زي ولا افتح المنشفى بالمقلة الغيري partis MIN muerte من اختيارات الغيري لازم أروماتيك الاهيد مع الافاتيك اسد انهايدرايد وستخدمings микوصر الافاتيك اسد مش طاق من نوع الالفاتيك اسد اللي هستخدمه فتعالا نشوف الشكل العام بتاعنا هيبقى ايه هيبقى اول حاجة عندنا اروماتيك الداهايد ده الجزء الاول ومعانا تاني الفاتيك خلي بالكم لازم يكون الفاتيك بالتحديد عشان الالفاتيك بيبقى فيه الفاهايدجر لكن لو استخدمت حاجة اروماتيك بالتالي مش يبقى فيها الفاهايدجر ده الفاتيك اسد انهايدرويد لازم يكون انهايدرويد لان ده لا يكونش هايل الشحنة السالبة بتاعنا لانكون الكرب Yang Even فالشرط بتاعنا هنا ان الاروماتيك البهايد ده يكون no alpha hydrogen يعني مايكونش فيه اي alpha hydrogen ولكن الالفاتيك اسد ده لازم يكون فيه الفا هايدجر لازم لازم تكونو توفرها فيه يعني واحد فيه الفا هايدجر ولكن مايكونش فيه الفا هايدجر نعتبر ان الاثنين دول تفعلوا مع بعض وبنحطها على السهم ايه اللي هيتحطى على السهم بتاعنا هو salt ده الشكل العام بتاع التفاعل عموما salt of aliphatic acid يعني salt اللي هنستخدمه او الbase بتاعنا زي ما بنقول هيبقى مشتاق من ال aliphatic acid anhydride اللي هنستخدمه والنتج بتاعنا هيكون ايه الناتج شبيه جدا بحاجة كنا اخدناها الدول النتج بتاعنا هيكون alpha and beta unsaturated كنا في الدول كنا بنقول انستيرات ايه كربونايون لا حينة هنقول اسد لان احنا شغالين باسد معنا في البداية فبالزبط هيكون الموضوع ماشي بنفس الطريقة نفس الميكانيزم بالزبط ال base بتاعنا هياخد ال alpha hydrogen هيتكون للي كربونايون كربونايون هيهكم على الكيتون وهتكون لي ال OH ال OH هتشيلها مع H وتكون لي double bond نفسها بالزبط مع اختلاف ال reactant اللي انت مستخدمه فخلونا نشوف اه التفاعل بتاعنا اللي هنمشي فيه خلينا هنشوف التفاعل العام هيمشي ازاي والنتج بتاعه هيكون ايه وبعدي هنشوف الميكانيزم بتاعنا اللي بينقسم لجزئين زي ما احنا عالفين جزء بتاع تكوين الكربونايون وجزء بتاع الميكانيزم نفسه فالمفروض هناخد التفاعل العام فليكن اول حاجة هناخد اروماتيك فيui لفريعت اروماتيك فلا مفيش فيها الفا هيدوجين يعني لكون حلوية المنزيم متصلة مباشرة بلال 2016 بتاع ال Welda ? انت لو جدت ليسي ترى وهذه الكيتون متصلة لها بتاع الفا تقول ال ال elfa على طول. فهل دي فيها? لا. انت لو جبت تشوف لو انا حزفت دي مسلا. جبت تشوف الترتيب بتاع الزرة بتاعتك اللي هو بتاع بتاع الحلقة. هتلاقي ان الكربونا اللي هي متصلة مباشرة بالكربوناين اللي هي دي متصل بها دابل بوند. ودي الحلقة كمان يبقى كده اتنين. وكده واحدة يبقى كده ثلاثة. ومتصلة بالكربونا بساعة اربعة يبقى الكربونا اللي في النص دي ما علاجش اي اصلا. فبالتالي ان دي اصلا مفيش فيها الفا هيدرو. فبالتالي انا كده مش صح. يعني دي اروماتيك وما فيش فيها الفا هيدرو. اللي بعد كده اي بقى? الافاتيك اسد انهايدرايد. الانهايدرايد عموما بتبقى مجموعتين متشابهين منع النحيتين وفي النص بيبقى فيه اكسجين. يعني المجموعة الوظيفية اللي هي مشتركة في النص ممكن نقول عليها اللي هي المجموعة دي. دي مجموعة الانهايدرايد. وانه حتاني يبقى متصل اي حاجة بقى زي ما تحب. مسلا. سي اي اش سري. سي اش سري. ساعتها ده بيسمى ايسان ويك انهايدرايد. ايسان ويك انهايدرايد. جاء من اسم الحمض بتاعه. مش احنا بنقول للاليفاتيك اسد. انهايدرايد بتاعه. فده هيتسمى. خلينا نسميه. نكتبه عشان هناخد شكل تاني منه. ايسان ويك انهايدرايد. طيب. في حالة لو كان مركب تاني خلانا اخدها في عجلة سريعة عشان تعرف بس اسم المركبات. في حالة لو كان شكل تاني. قلنا ان دي المجموعة السابتة بتاعتنا اللي هي بتاعت المجموعة الانهايدرايد اللي لازم تكون متوفرة. اللي هي بكله بيكن هنا. طيب انا ممكن اخد دي مسلا سي اتش سري. خلينا احزف دي. دي هتكون سي اتش سري. ودي مسلا سي اتش تو. سي اتش سري. مسلا. فكده التسميع بتاعت المركب ده تكون اي. احنا سمينا حين ايسان ويك عشان دي كربونا وهي هي موجودة النحية التانية متكررة. فخلاص هي سمناها مرة واحدة. فسمناها ايسان ويك انهايدرايد. لكن لو جدت بص هنا دول مختلفين عن دول تماما. فهنسمي بالترتيب بتاعنا هيبقى ده ايه. ايس وده ايه. ميس ايس بروبي. يبقى من نحة دي ايسان ويك ومن نحة دي بروبان ويك ونسميه على كده. يبقى التسميع بتاعتها تبقى ايه. ايسان ويك بروبان ويك انهايدرايد. بالتسميع العادية تمام. طيب ليه حطينا الاول وبروبان ويك بعد كده حسب الترتيب الابجادي. يعني مسلا لو دي كانت متصلة كمان بسي اتش سري ودي يبقى دي باقي التلاتة. با كده ميس ايس بروب بيوت. كان ساعته هيبقى بيوت تنويك. انت كلما سلسلة بتطول معك بتشتغل وايه سانويك هتيجي بعديها. ليه? لان الايه سانويك بيبدأ بحرف الاي والبي تسبق الاي. فالتسميع بتاعت الانهايدرايد بتيجي كده. عموما انا بس بفهمك ان المفروض اللي ده المراكب التانى اللي هو الافاتك اثنان هيدي يكون محتوي على الفا هيدرجين. فاذا الفا هيدرجين معيها خلاص طرفي. ممكن التانية دي تكون اي حاجة. ممكن تكون حلقة بنزيم ونسميها مسلا بنزوك انهايدoire. ونسميها بنزوك بيبدأ بحرف البيبابنزوك سانويك. لان في واحدة لسه الناحة التانية. Abdullah مثلا. يعني ممكن نجيها منهم يعني احط فيها اي حاجة نعايزة بس. جيها من واحدة تكون فيها الفا هيدرج найти ماجموعة صه ترافية اللي عندي مفيش فيها مشكلة. خلاص تمام انا هشيل ده عشان اكمل بقي التفاعل بدي انا كنت بفاهمك بس الايسانويك بتكتب ازاي? وبقي المجموعات. اه هاحزف دول لان دول انا مش عايزهم. تمام كده? البق اللي اللي هتحط على السهم معي المركب بتاعي قولنا ايه? ان هو السلط بتاع الالفاتيك اسد. فالالفاتيك اسد هنا ايسانويك? فامين السلط بتاعه? اللي هو السلط بتاع الاسيتك اسد او الاسيك اسد? اللي هو ده? اللي هو سي اتش سري سي او ان ايه? اللي هو السلط بتاعه ده موجب وده سالب. اول ما شفت ان ده سالب عطول فانت كده عارفت ان هو ده البيس بتاعي هو ده اللي هيشتغل ويكون معايا التفاعل. والنتج بتاعنا هيكون كالأتي حلقة البنزيم كده. والحاجات بتاعتها اللي جوا ما حصلهاش حاجة هتيبقى دي سي اتش دابل بوند سي اتش. سي دابل بوند او او اتش. لو تفتكر في اه اه كان ادي بتكون اتش عادي كان بطلع معنا الداهايد. وكننا بنقل ايه? مجموعة الكيتون هاي اللي وراها الفا واللي بعديها بيتا. يبقى المركبنا نسميه الفا بيتا انساتيوريت. ايه? هنا يبقى اصد مش الداهايد او كاربونايل زي ما قمنا بنقول في الضل. فهو التفاعل هيكون بها زى الشكل. زى الشكل العملي. عرفت اول جزء ببقى مفيش في الفا هيدروجين. الجزء التاني في الفا هيدروجين واحدة. على الاقل من جهة واحدة الجيهة ترى تقدر تتعامل معها. بيكون من انهايدرويد. انهايدر الشكل بتاعه. ده شكل سابت معاك. العب بقى في ان حتم براحتك المهم من نحيا منهم تكون فيها الفا هيدروجين. وهي على السهمة بتحط السلط بتاع الالفاتك اسد انهايدرويد انت مستخدمه فوق. يعني انت لو انت مستخدم هنا. ده كده. فانت بتستخدم الجزء بتاعه هنا. وتحط معاك جزء تاني موجب ان ايه? هو السلط بتاعه. تمام كده? وبطلع لك الناتج في البقاء. في النهاية هنشوف المكانيزم بتاعه. بيتم زي هو بيتم حرفين بنفس الكيفية بتاعت. الضل. ما فيش اي اختلاف. كل الفكرة ان انت هتسحب بس الالفا هيدروجين من الفاتك اسد انهايدرويد اللي هو الاسنويك انهايدرويد. يعني الطرفية هتاخد بنا هيدروجين عادية. فخلونا نشوف المكانيزم. تمام كده? تمام. ماشي. اول حاجة معنا قلنا هناخد اللي في الفا هيدروجين في البداية. فاللي في الفا هيدروجين مين اللي هو كان الاسنويك اسد? وكان بهذا الشكل اكسجين سيدابل بوند او. سي اتش. تو. ونخلى هنا اتش بتاعت. مين بقى السلط بتاعها اللي احنا قلنا علينا نستخدم اللي هو الاسيتيك اسد. سيدابل بوند او. نيجاتيف. انت عارف ان السوديو ماء النقي موجف. فكده كده كده احنا مش محتاجنا. فانت اللي هتعمل اي زبا انت حافز بقى خلاص. يعني انت مفوت حافزت النقطة دي. وهتودى الاشوارة بتاعتها فق. عشان تكون اللي ايه? عشان تكون الكاربانيون. فهيبقى بتاعها المركب بهذا الشكل ده اللي هيشتغل معي ككاربانيون. سيدابل بوند. سيدابل بوند او. و سي اتش تو. نيجاتيف. النقطة دي انت المفروض تكون اتخطيتها خلاص. مش هنقل ان احنا نتكلم عناها كتير. خلينا ندخل على النقطة الجاية بعد ما كونا الكاربانيون. خلينا نكتب المركب في شكل يكون يعني مفهوم شوية زي هذا الشكل اللي بنكتبه كده. كده. نيجاتيف تشارج و دبل بوند او. عادي كأن بس انا بس شلت الكاربانيون عشان بس المركب يبقى شكله بسيط بالنسبالي. وهيحط بقى زائد المركب التاني اللي ما كانش فيه الفا هيدوجين. فكان ايه? فكان سيدابل بوند او اللي هو الاروماتيك الداهايد لما كانش فيه الفا هدجين. هتروح تعمل النيجاتيف تشارج دي. هتروح تهجيم لي على مجموعة الكاربانيون كده. ودي هتطلع عفوق كده. فالمركب في الشكل بتاعه هيطلع بهذا الشكل خلني اكتبها كده عشان يبقى طويل شوية. ادي كده حلقة البنزين. ودي كده هتبقى الكربونة. وفوقيها او وعليها وفي هايزر لسه طلع منها بتاعت الالضهايب ما نسهاش. والربطة الخضرة اللي هي كده. اللي هي دي. عملالي ربطة معاها. فانا كده كتبت الربطة. وبعدين اكتب باقي المركب باقي من هنا. متصلة معايا بمجموعة كربون. ودي ما اتصلة بدابل بوند او. لسه فيها او. متصلة بدابل بوند او التانية. ومتصلة بدي. فكده ده الشكل بتاعي بتاع المركب بتاعي. انت عارف ان المفروض لما كنا مطلعين المركب ده. اه لما اخد اللي هو السي اتش سري. سي او نيجاتيف. اخدت الهايدروجين من الالفا هيدروجين. فهي تحولت معايا. لما اخدت الهايدروجين بتاعتها تحولت معايا السي او او. فبالتالي باقي تحولت لأس اتك اسد. طيب. هنا الاكسجين دي. اللي هي الاكسجين ده هي. اللي عني انا جات في الشورج ده هي. ناقصها. هيدروجين عشان تتحول له اتش. فبتقوم واخدها من الهايدروجين بتاعت الاسيتيك اسد اللي لسه واخدها من الالفا هيدروجين. فكاين اللي كنا بنعمله مع قضل. فكاين انا ممكن نكتب الحتة ده كده. عشان نسرعها. ان احنا نعمل ايه? خلينا نكتبها بالاحمر ان دي الهايدروجين اللي جاء من اسيتيك اسد. فبقى ده شكل المركب بتاعي. طيب الا يحصل بعد كده زي ما فاكرين من قال له الا بحصل. كان بيجي هنا الفا هيدروجين بتيجي من جنب مجموعة الواتش اللي جنبها بتيجي هيدروجين بين جنبها. وان اللي بيحصل الجزء بتاع الاسيتيك اللي كان طائع منه احنا اخدنا منه الهايدروجين وحطنا مع الاتش. الجزء التاني السلب ده هيروح فين? هيروح ياخد الهايدروجين دي بقى السي اش سري سي او او هتروح تاخد الاتش دي وتعمل لي دابل بوند هنا والي هو اتش هتقوم طائرة. راجع تفاعل الالدول تاني هتلاقي الموضوع طالع معك. خلينا نمسح ده كده. ميكانزم بتاعها سحن. كله ماشي بنفس الكافية. الفا هيدروجين وبطيرها وعايز اكون الدابل بوند. لما كنا بنكون آآ الفا وبيتا انساتيوريت كاربونايل فالدول كنا بنعمل الحركة دي اللي هي بتاعت. ان انا عايزة اكون الدابل بوند بين ال او اتش اللي انا لسة مدخلها ولسة ضمامها وبين الهايدروجين اللي جنبيها. فالمفروض ان المراكب معي لحد اخر نقطة وصلنا لها حاليا لما كونا الدابل بوند كانت بهذا الشكل. كده. سي اتش. دابل بوند سي اتش. وكان فيه هنا. سي متصلة فيها او. وكده او. سي دابل بوند او. وي سي اتش سري. الحركة اللي فاتت ان احنا اخدنا حطينا فيها اتش ليه الاكسجين. اسمها بروتونيشن. يعني بعمل بروتونيشن لها بضف لها اتش عشان تتحول لو اتش معي. الخطوة اللي شلنا فيها هايدروجين باستخدام الاسيتك اللي هو الصوت التاعلى والنيجة في تشارج. عشان نتكون الدابل بوند اسمها دي هايدريشن. انا بنزع مية. هايدروجين مع او اتش كونتني مية. فاللي فوق بروتونيشن بزود اتش. بنزع بقى اتش و اتش مع بعض. يبقى انا كده بعمل دي هايدريشن يعني بشيل مية. انا بعد كده وصلت للمركب ده هاعمل خطوة اسمها هايدروليسيز. هايدروليسيز ان انا هافصل للمركب بتاعي. يعني ايه? هاكسر من عند هنا. وهضيف هنا اتش. وهضيف هنا او اتش. وهضيف هنا اتش. دي اسمها هايدروليسيز يعني بضيف مية. فالمركب لما يتكسر معي كده هيطلع معي ناتجين. هيبقى كده. حلقة البنزيم. سي اتش. سي دابل بوند. سي اتش. اللي انا هزف دي. ولسه نضيف عليها الاو اتش كده. فتحاولة الاو اتش معي. اللي هو ده ايه? اللي هو السنمك اسد اللي انت تعرفه. اللي هو حلقة بنزيم متصل فيها سي اتش. سي دابل بوند. سي اتش. وعليه اللي هو الاسد بتاعه متصل بيه. فتعالا نشوف التسميب بتاعته مش مهمة حاليا. انا عايزك تشوف حجموعة الكربونايد اللي طلع عندك دي. متصل بيه اللي بعدها. ده ببقى الفا وده ببقى بيتا. فده نقدر نقول عليه الفا بيتا انساتيوريتد لان في دابل بوند اسد هنا لان في مجموعة اتش ودي كلها على بعضها. ما نقدرش نقول اسمها كيتون لأ. اسمها كلها اسد على بعض. او الاسم بتاعه اللي هو السنمك اسد على طول نقدر ان احنا نستنتجه موجود من اي حاجة. طيب ده الجزء الاول ان الجزء التاني بقى مفوض في زائد في حاجة تانية طلع معه. ده اخد اتش. اخد اتش ويبه هو ده ايه? ده سي اتش. سري سي او او اتش مرة تاني. يعني اللي استخدمناها خرجنا تاني. ما طلعناش اي حاجة زادة معنا. عملنا وقتوة الميكانيزم التانية. احنا دخلنا بس. اتش على الاو اللي تحاولت نيجاتيف. عملنا لها بروتنيشن. طلعت له اتش. بعدين رجعنا نزعنا مياه منها عشان نكون الدابل بوند واسمها خطوة بعدين رجعنا عملنا هايدروريس للشكل اللي قدامنا ده. ضفنا هنا او اتش وضفنا هنا اتش وقصرنا في النسو ده تخرج معه في اسيتيك ازد. وده الداني السيناميك ازد. اللي انا برضو قدر اسميه الفا بيتا انساتيوريتد ازد. وده بكل اختصار جدا تفاعل بيركن. ما عادش فيه اي اضافات تانية. هو حرفين بهذا الشكل. اسم العالم كده بسيط جدا. حاجة فيها مش فيها الفا هايدجين وحاجة فيها الفا هايدجين. ده لازم يكون اروماتي والتاني لازم يكون الفاتيك اسد انهايدوريد. وعرفنا ان السلطة بتاعهم او البيس اللي بنستخدمه لازم يكون مش طابقة من الفاتيك اسد بتاعنا. والالفاتيك اسد انهايدوريد دازم يكون متوفر في واحد الفا هايدجين على اقل والنحة التانية بتكون زي ما انت عايزها استخدمنا الايسانويك انهايدوريد. ممكن تستخدم الايسانويك بروبانويك انهايدوريد. ايان كانت النحة التانية. اهم حاجة نحية واحدة منهم تكون محتوية على الفا هايدجين. وتكون الميكانزم بتاعك. زي ما عملنا في اتفاعل رقم ثلاثة تم معنا. شكرا.